اشتركوا في القناة اهلا مبشرات توحي بحل قريب والنار الروسية تشتعلوا على الارض من جديد السؤال المطروح ما هي اوراق القوة التي سيحملها وفد المعارضة الى جينيف مع تراجع كبير في مواقف الدول الداعمة لهم وفي مقدمتها السعودية مع ذلك فجينيف ليس النهاية والأيام حبلة بتغييرات قد تغير الوضع في سوريا وربما المنطقة ككل وهذا ما سنناقشه في محورنا الثاني حيث وصفت السعودية ايران بالدولة الارهابية الاولى في العالم في تناغم مع تصريحات الادارة الامريكية الجديدة تريد الرياض ان يمارس العالم ضغطا على ايران لتعديل سلوكها في المنطقة وهذا ما بدأ به ترامب فعلا الذي توعد باعادة ايران الى حجمها الطبيعي وذلك قد لا يكون ممكنا بدون دور للجيران الخليجيين يبقى شكله وحدوده غامضة في انتظار قادم البيانة ودائما بالحديث تتنظر في المحسن اهلا بكم النظام والمعارضة السورية وقال المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا ان المفاوضات ستركز على مسائل الحكم والانتخابات والدستور متجنبا الحديث عن الانتقال السياسي ومصير الاسد التفاصيل في تقرير لالا هاشم اذا جنيف على الابواب حيث سيكون الثالث والعشرون من الشهر الجاري موعدا لانطلاق المفاوضات المتعلقة بالازمة السورية وقبل ذلك تجرى مشاورات تمهيدية يفترض ان تبدأ اليوم بين كل من وزراء خارجية السعودية وتركيا وايران اضافة الى المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا هذا الاخير كان قد عبر في مؤتمر الامن الدولي في ميونيخان استيائه مما يبديه نظام الاسد حيال المفاوضات وبانه غير مهتم بها كما صرح الرجل بما اعتبرته المعارضة مؤشرا غير ايجابي لما ستأول اليه نتائج المؤتمر ديمستورا قال بان المفاوضات لن تناقش مصير الاسد كان لافتا في حديث الرجل تركيزه على ما سماه اسلوب الحكم وليس الانتقال السياسي وعند سؤاله عن هذه المسألة بالتحديد اجاب بان القرار رقم 245 يوضح هذا الامر هكذا تجاوز ديمستورا المسألة الاهم بالنسبة للمعارضة معلنا بان ما سيناقش خلال الايام الجارية لن يشمل تدولها وبالنظر الى هذا الاستثناء ومعه امور اخرى مثل عدم الاعلان عن جدول اعمال المفاوضات والتخوف من الموقف الروسي كلها اسباب دفعت باتجاه عدم تفاؤل المعارضة بنتائج جينيف كما عبر عنه المتحدث باسم الهيئة العليا منذر ماخوس الذي اكد بان وفد الهيئة ملتزم بالمشاركة من حيث المبدأ ما لم تحدث متغيرات جديدة بحسب تعبره محذرا من التصعيد العسكري الذي ينتهجه النظام كسياسة استباقية قبل اي جولة لتحقيق انتصارات ميدانية تكسبه مساحة من المراوحة في المباحثات حين النظام والتسويف الروسي ومعها التفاف ديمستورا الدائم على طلبات المعارضة صارت امورا مكشوفة ما يدفع باتجاه محاولة انتزاع موقف امريكي داعم بعدما ابداه الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب من حماس لإقامة مناطق آمنة شمال سوريا اضافة الى موقفه الحاسم من طهران والميل الى تحجيم دورها في المنطقة الوعي بذلك هو ما يبرر نشاط المعارضة خصوصا لاقتلاف في بحث سبل معالم المرحلة السياسية القادمة في واشنطن عبر لقاءات مكثفة مع مسؤولين امريكيين على رأسهم مساعد نائب الخارجية مايكل تونر السؤال المهم الآن هل سيتمكن الوفد المشارك من استغلال الظرف الراهن الذي فيه عداء ترامب الواضح لإيران وتقارب روسيا وتركيا الحالي بشكل أبسط هل سيحقق الوفد مكاسب سياسية في جنيف سناقش هذا الملف مع ضيوف الدكتورة فرح الأتاسي رئيسة المركز العربي الأمريكي الأبحاث ضيفتي من واشنطن مساء الخير دكتورة فرح وأيضا الدكتور هاني شادي الكاتب الروسي ضيفي من موسكو أهلا بك دكتور هاني وسينضموا لنا الدكتور منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العلية للمفاوضات من باريس أهلا بكم ضيوفي الأكارم معك أبدأ دكتورة فرح الأتاسي وربما أذهب إلى التساول الأخير الذي ورد في التقرير وهو هل سيحقق الوفد مكاسب سياسية في جنيف أقصد الوفد المعارضة برأيك أم لا طبعا حسب المعطيات السياسية والعسكرية الأهم أكيد لا نستطيع أن نقول أنه سيكون هناك أي مكاسب سياسية لكن لا نستطيع لا أعتقد أن المعارضة تستطيع عن تعبر الجسر قبل أن تصل إليها هي اليوم الهيئة العلية للتفاوض هي هيئة تقنية شكلت للدخول في مفاوضات حول المرحلة الانتقالية وحول تنفيذ بيان جنيف وبيان الرياض والقرارات الأممية ذات الصلة التي تتحدث عن انتقال سياسي كامل وهيئة حكم وليس السلطة حكم كما يصفه هذه مسترة هيئة حكم تنفيذية بصلاحيات كاملة بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية أي لا دور للأسد في هذه المرحلة الانتقالية لكن اليوم بالنظر إلى المعطيات العسكرية على الأرض والتصعيد الذي يقتقون به قوات النظام السوري مدعوما بميليشيات الإيرانية فطبعا الأمر غير مطمئن تماما لأنه يبدو الروس لا يستطيعون حتى التحكم في وقف إطلاق النار الذين هم رعيه بالأصل وذهبوا إلى الأستانة منذ يومين فقط لتثبيت وقف إطلاق النار في الوقت الذي كان فيه طيران الروسي يقصف درعة نفسها فكيف يمكن للضامن والراعي لوقف إطلاق النار أن يكون هو مطلق النار فحقيقة كافة المعطيات لا تنبع بأنه سيكون هناك تحقيق أي إنجازات أو مكاسب حقيقية لقوى الثورة والمعارضة في جنيف ولكن عليها أن تذهب وهي ملزمة بأن تذهب دكتور هاني ما هو سبب هذا القصف المستمر والذي زاد هذه المرة من روسيا في سوريا قبل جنيف ما الهدف من ذلك وأيضا هناك من يقول بأنه استخدام مصطلح سلطة حكم انتقالية هي اقتراح روسي وليست من ديمستورا أعتقد أن الهدف الأساسي هو الضغط على المعارضة وإن كانت روسيا تشير إلى أنها تقصف مواقع المجموعات المسلحة الإرهابية ولكن أنا أعتقد أن الأمر يتعلق بمزيد من الضغط على المعارضة وخاصة أن وزير الخارجية الروسي سيرجيل لفروفي اليوم انتقد ديمستورا على تشكيل الوابد المعارض السوري لمفاوضات جنيف وطالب علنا بضرورة ضم مجموعة موسكو ومجموعة أستانا إلى هذا الوابد ومن ثم روسيا تضغط بدون شك على المعارضة وتضغط أيضا على ديمستورا بالنسبة لموضوع نظام الحكم أعتقد أن هذا يروح لروسيا وربما جرى تشاور حول هذا الموضوع بين ديمستورا ووزير الخارجية الروسي سيرجيل لفروف عندما اجتمع بديمستورا هنا في موسكو قبل أيام ومن ثم موضوع الحكمة ونظام الحكمة الذي يطرحه ديمستورا في غالب الظن يروح للجانب الروسي ولكن حتى اللحظة الذي لا يروح هو تشكيل وفد المعارضة السورية إلى جنيف نعم تتحدث أن القصف بالضغط على المعارض ضغط على المعارضة من أي اتجاه للتنازلات في جنيف تنازلات سياسية أم ماذا؟ أعتقد ذلك لتقديم تنازلات والقبول برؤية ديمستورا التي أعلنها والتي يؤكد فيها أو لم يشهر فيها تحديدا إلى الانتقال السياسي في سوريا ماشي أهلا بك دكتور منذر ماخس وأنت أكدت بأن وفد الهيئة ملتزم بالمشاركة من حيث المبدأ ما لم تحدث متغيرات جديدة هل القصف الروسي هو أحد هذه المتغيرات الجديدة أم ما الذي قصدته على وجه الخصوص نعم استمرار القصف الذي لم يبدأ اليوم هو بدأ منذ عدة أيام ولكن اليوم كان بشكل خاص ونحن لسنا متفاجئين بالمناسبة لأن مثل هذه المنهجية من قبل النظام كانت تتكرر دائما دائما عشية أو قبل عدة أيام أو حتى في الأيام الأولى من بدء أي مباحثات بجينيف أو غير جينيف خاصة في المحطات السلاس الأخيرة كانت تتم تكرار هذه العملية بحرفية كاملة نعزا هذه المرة لم يكن متفاجئين ولكن هذا معطى جديد يغير في موقف الهيئة العليا للتفاوض والمعارضة برمتها من مسألة الدخول في العملية السياسية لكن ليست هناك أمور أخرى تماما عشرتم إليها بشكل ما خلال النقاش مع الزميل هاني وهي تتعلق الحقيقة بدرجة أولى بتغيير مجعية التفاوض ما يسمى بعملية الانتقال السياسي التي لم يرد ذكرها على الإطلاق في النقاط السلاس التي دفعها سيد ديمستورا كنقاط للنقاش في جينيف وأكثر من ذلك كان ما دعانا إلى الدهشة أن يقول أن أي محاولة لتغيير أجندة المباحثات سوف تفتح باب الجحيم هذا لا أستطيع ما يمكن تسميته ولكن بالحصير هو تهديد مبطن لكن دكتور هل هذا الحديث لديمستورا أم لا هذا الحديث هو خارج من فكر ديمستورا أم أن هناك قوى دولية هي من أرادت أن يتحدث ديمستورا بهذه النقاط أن يستبعد الحديث عن انتقال سلمي أن يتحدث عن انتخابات عن دستور أن يبتعد عن الحديث عن مصير الأسد هل هو حديث من ديمستورا أم لا هو بالحقيقة بغض النظر من هو مصدره لكن بالتأكيد هناك الطرف الذي هو وراء مثل هذا العمل ونحن نعرفها وعلى وجد تحديد روسيا وحلفاء النظام الآخرين مثل إيران وغيرهم كل مرة يخيفوننا بأن باب الجحيم سوف يفتح هذا تهديد مبطن غير مقبول على الإطلاق وكانوا يشيرون على أنه إن لم تبدأ العملية السياسية أو كانت هناك اتهامات للمعارضة بتعطيلها فسوف يقوم هؤلاء بإعادة مسح الأرض أو اتباع سياسة الأرض المحروقة كما فعلوا في محطات سابقة هذا هو ما أشار إليه أقل قبولا من ذلك هو أن تفرض أجندة الأجندة التي طرحها وهو معتمدا على البيانة 2-2-5-4 ما يسمى أسلوب الحكم دستور وإجراء انتخابات هذا فعلا ورد ضمن نص ما يسمى إنشاء حكم تمثيلي غير طائف في وزوم مصداقية لكن هذه إنسيقة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة أنا أشير هنا لماذا لم يتم الإشارة إلى القرار 2-1-1-8 الذي يشير بالتفصيل إلى الآليات التي يجب اتباعها من أجل إنجاز عملية الانتقال السياسي وحتى في البيانة 2-2-5-4 هناك إشارات متعددة مرتين أو ثلاث إلى الانتقال السياسي ولكن لماذا لم تشمل الأجندة عملية الانتقال السياسي هذا يدعونا إلى الحزر والهيئة العليا والمعارضة لا تزال تصر على أن العملية الأساسية هي عملية الانتقال السياسي هذا لكن لا أستطيع أن أقول اليوم ما هو سوف يكون موقف العليا والمعارضة هي فعلا لا تريد إطلاقا تعطيل أي شيء ولكن ليست مستعدة للذهاب ضمن أي شروط هذا يجب أن يكون واضحا خاصة باستمرار القصف بمحاولة الاستمرار بالمصالحات أي بالاستسلام كل هذا غير مقبول ويجب على المجتمع الدولي أين هو وقف إطلاق النار أين أهليات المراقبة ومعاقبة من يتم انتهاك وقف إطلاق النار لم يتم إجاز أي شيء طيب ومن هذا الحديث يعني دكتورة فرح الآن عندما يتحدثون بأنه سيئة أحباب الجحيم وكأن في سوريا يعيشون في جنات النعيم هنا تساؤل كبير لكن ألا تعتقدي وتتوقعي أيضا بأنه لو لا أن يكون هناك تنسيق روسي أمريكي لما استطاعت روسيا أن تتحدث بهذا اللسان ولما استطاعت ديمستورا أن يحدد هذه النقاط ويشترط على المعارضة طبعا هذا يقود للمثل الذي يقول يا فرعون من فرعنك يعني لو لا ضعف وغياب كامل للإدارة الأمريكية قصدا أو بغير قصد في الملف السوري لما تمكن الروس الحقيقة أنا أقول دائما أنهم قاموا بسطو مسلح على الملف السوري سطو مسلح سياسي وسطو مسلح عسكري على الأرض على الملف السوري ويعني تحكموا بكافة مفاصله أريد أن أوضح هنا نقطة أشار إليها الأخ هاني أن الفصائل العسكرية أو وفق والثورة والمعارضة العسكري الذي توجه إلى الأستانة هو لم يتوجه ضغطا من الروس يعني أنا للروس وغير الروس والإيراني والنظام السوري أن يدرك أنهم صلوا يضغطوا على الثوار وعلى أهل السورة وعلى شعب السورة ست سنين ولذال هذا الشعب صامد ولم يقدم أي تنازلات ولن يقدم أي تنازلات أكثر مما خسروه لا يستطيع أحد أن يضغط على قوى الثورة الحقيقية مهما كان حجم هذه الضغوطات الفصائل العسكرية ذهبت إلى الأستانة أولا لتقوية موقف الحليف التركي ثانيا لأخذ كافة الزرائع من النظام السوري بتحجج بأنهم هم المعطل يعني القوى المعطلة لا القوى والفصائل العسكرية مستعدة للتفاوض السياسي عندما يكون هناك شروط تحققت فعلا على واقع الأرض وهم أرادوا أن يظهروا الروس بموقف الكذاب يعني هم راعي الأستانة وهم تعهدوا بوقف إطلاق النار اليوم الروسي يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم هو من يطلق النار وهو من يقوم بخرق وقف إطلاق النار فالحقيقة هذا موقف يسجل للفصائل العسكرية أنها أثبتت نحن نعلم أن الروس منافقين وكذابين وسرسارين وكل ما يقولونه يعني حقيقة ليس لم نشهد أي صدقية أو مصداقية له على الأرض لكن الفصائل العسكرية أثبتت هذا بأن الروس فعلا لا يستطيعون أن ينفزوا ويدغطوا على النظام أو بالأحرى يضغطوا على الإيرانيين لأننا نعلم اليوم الهجمات على القابون وعلى الغوطة وحتى على درعة كانت بتنصيق ودعم بين النظام والميليشيات الإيرانية فالروس ليس لهم اليد معناته أنت الروس اليوم عم تقولوا نحن نتعهد بوقف اطلاق النار ولا تستطيعون تعهدوا يعني ماذا باستطاعتكم أن تتعهدوا أكثر من ذلك فالحقيقة هو موقف جيد يكشف أن الروس ليس قادرين على تغيير الأوضاع هذه النقطة الأساسية دكتور هاني هل فعلا الروس غير قادرين أم أنهم لا يريدون الضغط على إيران ونظام الأسد لأن نظام الأسد الآن يتحدث بأنه هو اليد العليا في الحل السياسي ومن غير ذلك لا يتحدث هذا الحديث أبدا الأستانة فشلت ما الذي تقوم به روسي الآن كيف تفكر الإدارة الروسية في جنيه برأي الشخص أعتقد أن الحديث أن الروس قادرون على فعل الكثير في سوريا هو مبالغة في حقيقة العمل هناك عامل آخر على الأرض في سوريا وهي إيران الروس حتى اللحظة لا يستطيعون الضغط على إيران هذا برأي الشخصي وحتى أحيانا لا يستطيعون الضغط على النظام السوري ومن ثم كيف هذا الحديث دكتور هاني وروسيا صرحت بأكبر مسؤوليها قالت بأن لو لا وجود الروس في سوريا سقط نظام الأسد خلال أسبوعين هذه حقيقة لكنني طيب إلى حقيقة أخرى أن الروس وكما توهمت في الحقيقة المعارضة بعض الشيء أنها قادرة على فعل الكثير أو الفعل كل شيء أو قادرة على أن تقول بشار الأسد نفذ هذا فسوف ينفذه أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح برأي الشخصي أن الروس حصلوا على ما يردون في سوريا حاليا حصلوا على قاعدتين عسكريتين دائمتين في سوريا ومن ثم هم يؤثرون في إطار هذا الموضوع أما موضوع التأثير على إيران أو الضغط على إيران أو إخطاع إيران أو دمشق لمطالب المعارضة السورية أعتقد هذا سوف يكون من الصعب تماما على الروس وإن كانت موسكو أحيانا تحاول الضغط على بشار الأسد على سبيل حضور أستانا نحن نعلم أن أستانا عقد أيضا في العام الماضي ولم يحضر النظام السوري أيضا يمكن الضغط على إيران في بعض الجوانب ولكن وضح تماما أن الهدف الإيراني الروسي حتى اللحظة هو هدف مشترك كما أعتقد وهو الحفاظ على النظام السوري وعدم البحث في موضوع الانتقال السياسي دكتور هاني اسمح لي سأطر عليك سؤالك الإجابة بعد ما أنتقلي وين دور تركيا بهذا الموضوع كله وين دور التفاهمات والتقارب التركي الروسي نحو هذا الموضوع كله تفضلت فيه لكن قبل ذلك اسمح لي أن أذهب إلى الدكتور منذر معخص دكتور منذر السؤال الأهم من ذلك يقولون بأن من يملك الأرض هو من يقوم بالتحكم في دائرة المفاوضات أو طاولة المفاوضات السياسية الحل السياسي بعد وجوده في حلب الآن هذه نقطة مهمة بين كل عملية بين أي مفاوضات النظام يأخذ أكثر النظام يمتد على الأرض بصراحة هل هناك أوراق قوة بيد المعارضة هناك من وصف هيئة المعارضة بأنها في وضع محرج جدا صحيح أم لا وكيف ليس الجواب صحيح أم لا لكن أقول ما تفضلت به هو جزء من الحقيقة نعم من يملك الأرض هو يملك أوراق قوة لكي يفرض بعض من شروطه ولكن هناك حدود للشروط التي يمكن أن يفرضها أنا أريد أن أعلق قبل فضل سواني فقط فضل على تعليق الأستاذ هاني أنا لا أتفق معه على الإطلاق أن الروس غير قادرين على الضغط على النظام هم كما قالوا سابقا لو لا دعمهم لسقط النظام خلال أسبوعين وهذه المعادلة لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة كل الناس تعرف إذا نزع الروس الغطاء الجوي فقط نهيك عن الدعم بأسكال مختلفة هناك اليوم صواريخ أرض أرض وهناك مدافع وهناك دبابات وهناك أمداد بالأسلال غير محدود وهناك حتى عساكر بالألاف يقاتلون نهيك عن المستشارين كل هذا واضح على أنهم يريدوا فعلا أن يحدثوا بعض الضغط ولكن لا حدود هم يطمحون إلى حل سياسي نعم واضح هناك كل المؤشرات تدل على أن الروس قد تعبوا وأنهم يتمنون فعلنا حل سياسي لكن السؤال أي حل سياسي إذا كان حل سياسي تحت مظلة النظام الحالي وأن يبقى جزء من العملية إلى أجل غير محدود يتم الكلام عن أنه يمكن أن يرشح نفسه بانتخابة هذا لن يصير أي أن كان وضع المعارضة أنا لا أدعي أن المعارضة لديها أوراق قوية تغير أو تغير بالطاولة لا ولكن لديها أوراق ونحن لنعود إلى تاريخ السورات وتاريخ انتفاضات الشعوب هذه السورات لا تسقط أبدا نعم تعاني مصاعب كما تعاني اليوم كما تعاني سوريا اليوم ولكن هناك عوامل أخرى لم تعبر عن بعضها أولا نريد أن ننتظر بعض المؤشرات التي تتعلق بالموقف الأمريكي الآن لدينا مراهنات كبيرة حول هذا الموضع ولكن نريد أن تكون الولايات المتحدة جزء من المعادلة أيضا أشقانا في الدول الخليجية والدول الإقليمية الأخرى يجب أن يتوقع المر على أن الوضع الحالي لكن بما في ذلك الوضع التركي نعم هناك عادة تموضع في العلاقات الروسية التركية نحن نتفهم إلى حد ما ولكن يجب أن لا يكون هناك على حساب الشعب السوري وأن هذا سيؤدي إلى كارثة إن كانت هناك بعض المقاربات أيضا تعبئة نحن اليوم أدركنا على أننا كنا واهمين وأننا لم نحسن تعبئة قوانا ولم نحسن التنظيم وليس تدينا مؤسسة هؤلاء الكبيرة يجب هذا ينتحي ويجب نحن أن نتعلم من دروسنا ومع المستقبل باعتقادي لقد خلق كل المكونات على أن تعيد المعارضة ترتيب بيتها الداخلي وأن تكون فقط مرتهنة لأجندة الشعب السوري ألام الناس الذين يعانوا ما لم يعاني شعب بالتاريخ هناك هولوكولت سوري اليوم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أما أن تبقى الأمور بهذا الشكل غير معقول يجب عادة ترتيب البيت الداخلي وأن تكون أجندة سورية سورية المصالح القليمية نعم موجودة ليست هناك علاقات فلنقول جمعيات خيرية في المجتمع الدولي ولكن ليس المجتمع الدولي عبارة مجتمع عصابات ومافيات على الإطلاق هذا قبل كل شيء رسالة لنا نحن للمعارضة وللشعب السوري وإذن رسالة إلى الأشقاء والأصدقاء تصور أن اجتماع الأصدقاء سورية في بون من يومين كان لمدة ساعة واحدة فقط وكان الناس يقولون هاي أصدقائكم سوف يجتمعون نحن لم نعد نراهن على الخطابات وعلى الإنشائية وغيرها نريد دعم حقيقي نريد موقف سياسي أيضا اليوم الروس يعملون ما يشعون وإيران أيضا هناك نوع من تبادل الأدوار أيضا يجب أن نكون وعيين لهذه الأمور كلها ولا يجب أن لا يكون هناك فرصة لفرض أي شيء على المعارضة الثوار سوف يقاتلون نعم وضحهم ضعيف ولكن لن يستسلموا لن يستسلمون هناك ثورات تستسلم إذا كانت فعلا تعبر عن انتفاضة شعب من أجل نظام جديد يخطع بالمطلق مع نظام الفساد والاستبداد هذه المعادلة اليوم إلى أي حد ستكون على مستوى هذه المسؤوليات لا يزال هذا الموضوع مفتوح وأأمل على الإطلاق أن يكون هناك جيل آخر مستعد أن يحمل الرأي حتى النصر طيب ماشي دكتورة فرح هذا الحديث تفضل به الدكتور بومزر دعا أيضا ربما ديمستورا ليقول ويتسأل وين الدور الأمريكي فيما يحدث وكأنه معدوم الدور الأمريكي هذه نقطة نقطة ثانية نذهب إلى تركيا نلاحظ بأن تركيا الآن الاتفاقها مع روسيا أنساها الثورة هي تذهب الآن لإحماية أمنها القومي نلاحظ هناك تراجع كبير على مستوى التصريحات أيضا بالنسبة للسعودية أين الدور الإقليمي الدور العربي دور الولايات المتحدة الأمريكية في كل ذلك هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار لأن الفصائل التي تقاتل على الأرض الآن أصبح لها ارتباطات إخليمية نعم ليس كل الفصائل أولا الموقف الأمريكي كلنا نعرفه أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما ونعرف أنه أعطى الأولوية للملف الإيراني على حساب بقية الملفات وتجاهل كليا الملف السوري بغرض تدمير سوريا الحقيقة سواء كان ذلك معلنا أم غير معلن اليوم نحن أمام إدارة جديدة إدارة جديدة تقارب الملف السوري حقيقة من المنظور الروسي للأسف لا زال حتى هذه اللحظة لكن تفترق مع الروس في الملف الإيراني فبالنسبة لهذه الإدارة على غير الإدارات الجمهورية الأخرى التي دائما ترى في علاقة شائكة بينه وبين الروس اليوم هذه الإدارة هناك علاقة دافئة وعلاقة حميمة وهناك إدارة ربما تواجهة أمام تحقيقات فيدرالية وتحقيقات في الكونغرس الأمريكي حول الدور الروسي في انتخاب هذه الإدارة الجمهورية الحالية إذن لا يمكننا أن نعول على افتراق في العلاقة الروسية الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري لكن بالنسبة للملف الإيراني هناك كثير من البوادر المشجعة وبالأخص أن الإدارة الأمريكية طبعا بضغط ليس حبا بالسوريين وليس لإنقاذ السوريين من البراثن الإيرانيين ولكن لمصالح إقليمية أخرى وإيضا بسبب الحلفاء الخليجيين تنظر إلى الدور الإيراني كدور مخرب يختلف عن الإدارة السابقة التي كانت دائما تشجع النفوذ الإيراني في المنطقة اليوم الإدارة الحالية تنظر إلى الإيراني كدور مخرب ليس فقط في سوريا لكن في لبنان وفي مناطق أخرى في المنطقة إذا استطاعت هذه الإدارة أن تضع خطة عملية وفعلية لكبح ولجم التور الإيراني في سوريا فهذا يكون بصالح قوى السورة والمعارضة بشكل كبير ولكن ما مدى جدية فعلا أن يكون هناك ضغط لأننا دائما نسمع وعود ولهجة مرتفعة من كل الإدارة جمهورية أو ديمقراطية ولا نرى بالمقابل فعلا تغييرات على الأرض دكتور هذا محور الثاني أنت ضيفت فيه فبدنا نبقى في المحور الأول حتى الثاني عن التوافقات الروسية التركية الدور التركي الدور السعودي أين هو أيضا نعم الدور التركي حقيقة كلنا يعلم أنه فتحت أبواب الجحيم على الداخل التركي واليوم يمسكون الملف الكردي وملف البي واي دي وهذا أمر يؤلم تركيا يعني هذا حطوا مثل ضغطوا على الجرح الذي يؤلم تركيا فيما يتعلق بملف الأكرى طبعا اليوم وجدت تركيا أن الأمور كلها تتجه نحو قيام إقليم كردي على حدودها وبالتالي تدخلت عسكريا بحجة طبعا داعش تدخلت عسكريا لحماية أمنها القومي لكن تركيا لازالت اليوم الحليف الأقرب والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى هي فعلا الحليف الأقرب سواء تقاطع مصالح تماما كما ذكر الأخوة الزميل منذر ما خص تقاطع مصالح لكن وجود وبقاء بشار الأسد أمرا ليس واردا بالنسبة للأتراك لأنه أيضا جزء من هذه المعادلة التي تهدد الأمن القومي التركي شخصيا وليس فقط كونه جزار ومجرم وست سنوات ينكل بالشعب السوري أنت تحدثت عن أوراق ضغط وقوة هناك الكثير من الأوراق أهمها ملف قيصر أهمها تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر منذ أيام هناك الكثير من الأوراق الضغط القانونية والحقوقية التي إذا كانت هناك إرادة سياسية دولية لتفعيلها وجلب هذا النظام لمحكمة الجنائية الدولية هذا كافي لأن تغير الكثير من الواقع وتدعم قوى الثورة والمعارضة لكن اليوم لا توجد هذه الإرادة السياسية الدولية الحلفاء الخليجيين اليوم مرتبطين بالموقف الأمريكي يحاولون تعزيز الموقف مع هذه الإدارة الجمهورية الجديدة وأيضا ينصكون مع الحليف التركي لكن هذا يتطلب وضع خطة متكاملة وكاملة اليوم الأتراك هم اقتربوا أنا برأيي حوارهم مع الروس هو الاقتراب إلى المنتصف بدل من أن يكون هناك مقاطعة تامة أنا أتقفق مع الموقف التركي الاقتراب من الوسط مع الروس يعني لا يسيرهم بالآخر لا يمكن لأحد أن يفرض على قوى الثورة والمعارضة أن تدخل في مفاوضات لتقاسم السلطة وليس لتغيير النظام لتقاسم النظام لا يستطيع أحد لا الأتراك ولا غيرهم أن يفرضوا على السوريين هذا الموقف دكتور هاني أعود للسؤال تركيا الآن هناك توافقات مصالح بين تركيا وروسيا الآن العداء التركي للإيراني واضح العداء الأمريكي للإيراني واضح روسيا هي صفقات مصالح أينما استحتها فهي تسير الآن الموقف الروسي نلاحظ بأن هناك بدأت الخلافات بين روسيا وإيران على أي أساس روسيا هناك من قال أن روسيا ربما تبيع إيران في سبيل تقاربها مع تركيا لماذا تستبعي ذلك لا أعتقد ذلك أعتقد أن روسيا قد تضغط على إيران قابل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع تركيا يجب أن نعلم جيدا أن تركيا دخلت إلى الشمال السوري بموافقة روسية بضوء أخضر روسي أيضا حسب المعلومات التي تصرب هنا في موسكو هناك شبه تفاهم بين أردوغان وبوتين على تأجيل رحيل الأسد إلى العام 2021 وهذا هو كل ما يدور حوله الحديث حاليا لكن لا تنسى أيضا دكتور هاني بأن روسيا بأن تركيا هي هناك نقاط واضح للالتفاف التركي والتقارب للولايات المتحدة بدلا من روسيا نحن لا نسمع لتركيا أي صوت فيما يتعلق بالانتقال السياسي حالي لكن خرج مسؤولون أتراك وتحدثوا بأن موقف تركي واضح ووجود الأسد لا أدافع عنهم لكن هذه التصريحات هذا الموقف التركي كان في السابق ثم خرج بعد ذلك رئيس الوزراء التركي وأشار إلى أنه لا يجب أو تركيا لا تتعقل في رحيل الأسد ثم سحب هذا التصريح مرأه أقول لك تحديدا ما هو يسرم في وسائل الإعلام الروسية أن هناك تفاهم تركي روسي على بقاء الأسد حتى 2021 هذا لا يعني أن هذا هو رأي الشخص هذه التصريبات من مصادر موثوقة ومن ثم حديث ديمستورة عن أسلوب الحكم أعتقد أنه تشاور فيه مع روسيا أو مع وزير الخارجية الروسي ووزير الدفاع الروسي عندما كان في موسكو خرج ومن ثم يجب النظر إلى الموقف الروسي أنه موقف لا أحد يحاول الضغط عليه لا الولايات المتحدة ولا تركيا لديها أوراق كبيرة هذا ظهر حتى لحظة هذا ظهر حتى لحظة قبل اتخذ خرار أمريكي بحدود إيران وهذا ما أتحدث عنه في المحور الثاني شكرا لك دكتور هاني شادي الكاتب الروسي ضيفي من موسكورة انتهى وقتي دكتور هاني شكرا لك ستكون ضيفي في حلقات قادمة شكرا لك دكتور منذر ماخوس المتحدث باسم رهية العلية المفاوضات ضيفي من باريس دكتور فرح الأتاسي رئيسة المركز العربي الأمريكي بحث أرجو أن تبقي معي لحديث في المحور الثاني فاصل أيها الأكارم شكرا لك